بعد أن أنضى عقدين من الزمن مغتربا في المملكة السعودية عاد فضل عائلته للوطن عاد ولم يجد أمامه خيارات أو حلول أخرى تمكنه من العيش والبقاء هناك حيث يقول إن الإجراءات ضد المقيمين وضعت الكثير منهم أمام واقع حريج ومرهق لكثير من اليمنيين المغتربين خروجنا كان من السعودية بسبب سعودة الوظائف وصبح المواطن اليمني بدون راتبة ما يكفي أسرته ووصل إلى باب بعجز وقناعه أن يخرج يعني ما فيه أي فايدة في السعودية هناك الكثير من المغتربين المجبرين عادل الوطن بعد أن ضاقت بهم السبل وأجبرتهم القرارات السعودية على التخلي عن حقوقهم لسنوات من العمل خصوصا بعد فرض رسوم باهظة دون مراعاة لظروف الحرب والمعاناة التي يعيشها اليمن وفي ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة غير أن البعض من هؤلاء المغتربين بدأوا بالتخطيط لمشاريعهم الخاصة في البلد والبعض الآخر فشل جراء الواقع الاقتصادي المتدهور إن شاء الله في عندنا مشاريع في البلاد يعني وإن شاء الله يعني بتبشر بخير والبلاد يعني إن شاء الله بتتحسن يعني خصيب عدل حرب وبتصير أفضل وبلاد يعني الإنسان أفضل لهم بلاد الغير تفاقم الأزمات في البلد زاد من معاناة المغتربين العائدين خصوصا مع انهيار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الذي تجاوز 500 ريال مقابل الدولار الواحد بالإضافة إلى الارتفاع في إيجارات المنازل وارتفاع أسعار المواد الغذائية لتشكل عودة المغتربين ضربة جديدة لحالة التدهور التي يشهدها البلد على مختلف الجوانب الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد شكلت عائقا لدى بعض المغتربين في تنفيذ مشاريعهم الخاصة في البلد وقطعت أحلامهم المستقبلية في ظل ارتفاعات مهولة طالت كل شيء حدد مساعد قناة بلقيس من منفذ الوديعة الحدود اليمنية السعودية